صباح الخير خلود يعني هنا في برج العرب 130 ألف قوات يستفيدوا من كل مشروعات حياة كريمة اللي بتنفذ في حوالي 57 قرية ونجع مختلف في أنحاء برج العرب بتعلمي أن برج العرب لها طبيعة يعني جغرافية مختلفة تماما أنه يعني فيها مزارع خضرة كتيرة جدا وفيها أيضا قرى بتتناثر بشكل مختلف بعيدا عن بعضها وبالتالي بأن بيبقى فيه نجوع كمان وتوابع للقرى الأم بتتناثر وبعد عن بعضها البعض بشكل طويل وخلال تاريخ القرى دي كلها والنجوع والتوابع دي كانت بتفتقد لكثير من الخدمات أهم الخدمات اللي المواطنين هنا بيفتقدوها هي الطرق المماهدة للصلاحة لأنها تنقل المواطن من قرية إلى أخرى ولذلك في أن مبادرة حياة كريمة وضعت في أتبارها هذا الأمر وبالتالي تم تخطيط عديد من الطرق اللي بتربط هذه القرى ببعضها البعض واللي بتربطها أيضاً من مدينة برج العرب الأم ومنها إلى مدينة الإسكندرية حيث أحدثك الآن هنا في قرية أبو صير بيتم أيضاً التخطيط لعمل صرف صحي كامل لكل هذه القرية بالإضافة أيضاً إلى إنشاء مجمع تنموي لهذه القرية سيكون مجمع نموذجي بيضم العديد من الخدمات تم انتهاء بالفعل من مرحلة الحفر الخاصة بالاستعداد لإنشاء المبنى المبنى ده هيكون بيضم عدد من الخدمات منها خدمة المزارعين منها شهر عقاري منها مكتب بريد منها أيضاً عديد من الخدمات الأخرى زي الوحدة الصحية وأيضاً عديد من الخدمات اللي بيرغب فيها أهد القرية بالإضافة إلى ذلك أيضاً فهناك تخطيط لإنشاء عدة ملاعب خماسية في أنحاء مركز برج العرب بشكل عام لخدمة الشباب والأهالي هنا أيضاً ومساعدتهم في الترفيه وممارسة الرياضة بشكل عام المنطقة هنا كلها كانت منتظرة بشكل عام مبادرة حقيقة كريمة ولما سمعوا أنهما من أوائل المراكز اللي هيتم بالفعل البدء فيها في محافظة الإسكندرية يعني كان بيحدوهم الأمل في أنه يتم بالفعل البدء في ذلك بدأت بالفعل من عدة أشهر المعدات في الوصول إلى هنا وبدأت أيضاً في العمل في عدد من النجوع والقرى والعمل بيجري على قدم وساق وهناك يعني بعض المشروعات اللي تقريباً أكتر من نص أو النص 50% تقريباً منها انتهى وهي خاصة تحديداً في خطاعات التعليم تعلمين أنه أيضاً المدينة شأنها شأن كل المراكز الأخرى بتستعد طبعاً لبداية العام الدراسي في سبتمبر وبالتالي كان هناك أولوية لبداية كل المشروعات الخاصة في مجال التعليم وهي أيضاً الآن نسب التنفيذ ونسب الإنجاز في هذه المدارس بشكل عام بتتخطى 50% في أغلب الأماكن اللي بيتم العمل في هذه المشروعات في مجال التعليم بتضم إنشاء مدارس جديدة وأيضاً ترميم مدارس قديمة إجمالاً وإجماليات المشهد خلود العمل بيجري على قدم وساق في أنحاء برج العرب لخدمة حوالي 130 ألف مواطن من السكان هنا